هناك أنواع من العلاجات لا تكون بهذه الطريقة بالحق عن طريق الوريدة والعضل إنما حبوب توضع تحت اللسان للذين لا يعانون من ضيق في التنفس أو ذبحات صدرية هل هذا يفطر الجواب عامة فقهاء الأمة لا يرون الفطر بهذا لأن ما يوضع تحت اللسان يمتص قبل أن يصل إلى الجوف يمتصه البدن قبل أن يصل إلى الجوف وهذا لا يحصل به الفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب